محمد الأقالية السياسي المستقل ورحبك مرة أخرى على شاشة الفلوجة في حوار التاسعة متابعتك للجلسة الآن رفعت الجلسة لم يتم التوافق واستمر الكرد بأن يكونوا في الكافترية يعني زعلانين على قضية مزدوجي الجنسية لمعلوماتك أنه تم الاستناف عقد الجلسة وسيتم تمرير بقية التشريعات شكرا جزيلا دكتور زيد تحيي لك وإلى الأخ باسم الشيخ وكذلك إلى مشاهدي قناتكم الموقرة يعني المعلومات ليس فقط التحالف الكردستاني وإنما هناك من اتحاد القوى نسحبوا اعتراضا على المادة 15 وكذلك المادة 16 ولا زالت الجلسة مرفوعة لمدة نصف ساعة وما في مؤشرات تدلل على أن سوف يتم التصويت الكامل على قانون الانتخابات بصيغته المطروحة الحالية بعد أن عدل هناك خلافات كبيرة لسان حال أعضاء مجلس النواب من التحالف الكردستاني هذه المطالب لتعديل قانون الانتخابات هو من الجمهور الشيعي ونحن لسنا معنيين في هذه القضية يرشح إلى الانتخابات من نشاء سواء كان لديه جنسية أو لم تكن لديه جنسية أخرى أو بالعكس